لم تفتح الهدنة الأممية طريقاً، ولم تفق عصابة الحوثيين طوال مدتها حصاراً، ولم تفتح مدرسة مغلقة منذ سبع سنوات، ولم تفرج عن مختطف واحد من آلاف المختطفين في سجونها. كما لم تصرف راتب شهر واحد من أصل سبعين شهراً، لم يستلم الموظفون رواتبهم فيها، ويزيد عددهم عن خمسمائة ألف موظف في صنعاء، وبقية المناطق الواقعة تحت احتلالها. هدنة مضى على سريانها قرابة أربعة أشهر منذ أن بدأت في مطلع إبريل برعاية أممية، وتضمنت نصوصها رفع الحصار عن تعز وفتح الطرقات التي أغلقتها الميليشيات، وفتح مطار صنعاء، وتسير أربع رحلات أسبوعية إلى الأردن ومصر. وبند آخر، فتح ميناء الحديدة أمام سفن المشتقات النفطية، وصرف مرتبات الموظفين من عوائدها، وهي عوائد ضخمة، بلغت خلال الشهر الأول من الهدنة أكثر من تسعين مليار ريال يمني. كان من شأن هذا المبلغ وحده صرف راتب شهرين لجميع الموظفين المدنيين، فيما تتكفل عوائد سفن النفطية المتدفقة بشكل مستمر عبر ميناء الحديدة بتغطية رواتب الموظفين في مختلف المحافظات، الواقعة تحت احتلال عصابة الحوثيين. لكن ماذا حدث خلال الهدنة التي ستنتهي بعد أقل من أسبوعين وسط أنباء تتحدث عن قرب الوصول إلى اتفاق بتمديدها ستة أشهر إضافية؟ أين ذهبت هذه العوائد المالية الضخمة من سفن الوقود التي كانت كفيلة بتغطية رواتب الموظفين في كل القطاعات المدنية، وعلى رأسها موظف والتربية والتعليم؟ ماذا استفاد الشعب اليمني بكافة شرائحه من عمال وموظفين ومزارعين من الهدنة سواء تم تمديدها أو لم يتم؟ هدنة ذهبت فيها كل إرادات سفن المشتقات النفطية إلى جيوب قادة الميليشيات الحوثية والمشرفين التابعين لها، ولم تصرف حتى نصف راتب. وبدلاً من أن تنخفض أسعار البترول والديزل والغاز والمواد الغذائية بعد فتح ميناء الحديدة، تفاجأ المواطنون بقرارات الحوثية التي رفعت الأسعار بشكل جنوني، وبلغ سعر دبة الديزل نحو 19 ألف ريال. إذن ماجد والهدنة يتساءل المواطنون، فيجيب الحوثي أن الهدنة جاءت لإيقاف العمليات العسكرية بينه وبين السعودية، وليس لإيقاف حربه على الشعب. اشتركوا في القناة